ومباراة كبيرة ولعيبت النادي الأهلي قدت مباراة كبيرة وميستر كولر قد مباراة كبيرة وانت بتخزر من فلومينس البرازيلي بتقدي مباراة كبيرة والناس كلها بتحترمك كل الصحف العالمية بتشيد بأداء النادي الأهلي وكان ليك ركل الجزاء وتظلمت في المباراة لكن الأداء مشرف وانت النهاردة كمان بتكسب قروة الياباني وبتقدي مباراة كبيرة وبالمناسبة قروة الياباني هو اللي كسب في نهاية أسيا الهلال السعودي كسبه في ملعبه في اليابان وتعادل في السعودية وانت يعني سيطرة كاملة وسيطرة تمة طوال التسعين دقيقة ازاي بطولة ضعيفة وانت معاك الفرق الكبيرة دي لكن ناد الأهلي كان متفوق بدنيا رغم الإجهاد ناد الأهلي متفوق فنيا بالتشكيلات والنقط اللي كان بيحطها مستر كولر وقبل ده كله بتوفير ربنا أتمنى يا جماعة أتمنى تسبوكم من حتة المشاهدات في الإعلام على قد احترام تكسبه احترام الجماهير تكسبه احترام الجمهور لما واحد يفتح التلفزيون ويتفرج عليك آه يقول ده المحلل ده راجل محترم المزيع ده راجل محترم عندهم مصداقية لما النادي الأهلي بيقد أداء رائع في بطولة عالمية لازم لعبة النادي الأهلي ومجلس إدارته والجهاز الفني لازم الناس تاخد حقها هو ده الكلام اللي مفروض يتقال ولما النادي الأهلي يخسر آه بتكلم في النقط اللي ترجع النادي الأهلي مش تهمد النادي الأهلي عشان النادي الأهلي هو خير سفير للكرة المصرية انفنتينو شفته كلمة انفنتينو عن كاس العالم لندية القادمة في عشرين خمسة وعشرين بيبارك للنادي الأهلي كلامه في المقصورة بعد انتهاء مباراة قروة وتتوجي النادي الأهلي البرونزية مع الكابتن محمود الخطيم كلامه مع المهندس خالد مرتجي دايما حديثه عن النادي الأهلي انه هو خير سفير وخير مشرف للكرة الأفريقية متسب برئيس الاتحاد الأفريقي وهو الرجل سعيد ومبسوط متسب بيتكلم ويقول ان النادي الأهلي بيدافع عن كبرياء قارة أفريقيا شوفوا الناس بتكلم ازاي عن قيمة وقامة النادي الأهلي واحنا هنا الناس طلع كل همها انا هطلع في البرنامج ده عشان اقلم النادي الأهلي عشان اعمل مشاهدة عشان يطلع المزيع بعد يومين يقولك بص تفرج انا عملت مليونية مشاهدة يا ترى المليونية دي على ايه على انك قللت من حجم النادي الأهلي وقللت من قيمة البطولة يعني طب ما تشوفوا كلام انفنتينو شوفوا كلام الصحف الدولية انفنتينو هو بيقولك دايما انا متعود على النادي الأهلي في المحافل الدولية ده النادي الأهلي بيروح خلي بالكو انا شاركت في 2006 في كاس العاملان دي وشاركنا في 2005 وفي 2008 النادي الأهلي شارك في تسع مناسبات في كاس العاملان دي احلى نسخة لعب فيها كورة واداء فني وامتاع لجماهيره هي النسخة الحالية هي النسخة الحالية اللي تلعبت في المملكة العربية السعودية وبالمناسبة فرصة انا نشكر القائمين في المملكة العربية السعودية انا حضرت اول مباراة تحجد ده على الاستقبال وحتى بعد يعني فوز النادي الأهلي تحجد ده وبعد المباراة استقبال الناس والجماهير هناك اه فيه التحفيل العادي ما بين الجمهور لكن في الاخر كان فيه احترام وفيه استقبال اكثر من رائع وانت دخل الملعب وانت خارج من الملعب حتى بعد فوز النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي علشان كده علشان كده اتمنى من الناس القائمين في الاعلام فترة اللي جاية لازم يبقى فيه نظرة يعني مش احترام للنادي الأهلي النادي الأهلي هيظل كبير احترام لجمهورك اللي بيشوفك في التلفزيون هو بيفتح وبيتفرج عليك لما تحلل أداة النادي الأهلي وهو بيحصد مدولة البرونزية لازم تكون مقنع للناس والجمهور قدر النادي الأهلي قدر الكبير خلصنا كأس العالم الأندية يوم الجمعة الماضي في المملكة العربية السعودية هتطلع على الإمارات عندك مباراة يوم الاتنين في الإمارات من السعودية للإمارات ثلاث ساعات سفر الجهاد لعب ثلاث مباريات تحجت ده في لوينس البرازيلي بتتكلم في المباراة الأخيرة قراوة الياباني الفرق الزمني ما بين كل مباراة ومباراة ما يقرب من 48 ساعة ده فين الكلام ده ده فين الكلام ده ده بطل أوروبا جاي مريح إلعب ماتشين بطل أمريكا الجنوبية مريح بطل أفريقيا بلعب ثلاث مباريات هو مين اللي حط الجدول بتاع السوبر المصري علشان يحط جدول أو يحط مباراة للنادي الأهلي يوم الاتنين بعدها وصفر الله العظيم هو خليبا لكم مليون في المية اللي حط الجدول هو كان متأكد أو على يقين إن النادي الأهلي هيخرج في أول مباراة قدامة حق جده آه النادي الأهلي هيخرج أول مباراة هيريحنا في الجدول اللي احنا عايزين نحطه يبقى يجي يلعب الاتنين وخلاص وهيبقى مريح هو مش عامل حسابه النادي الأهلي هيكمل أساسا في البطولة فهو حطت جدول يعني مالوش نظرة حتى وما عندوش ثقة في النادي الأهلي إن النادي الأهلي ممكن يكمل في البطولة لكن النادي الأهلي الحمد لله دايما لعبته جهازه بكونه عند المعاد في التوقيتات الكبيرة وفي المنسات الكبيرة حتى لو كان العرض قبل كاس العالم الأندية كان فيه هزة بسيطة كده طبيعية جدا لكن كلنا كجمهور النادي الأهلي كان عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في لعبة النادي الأهلي إن الشكل هيتغير في كاس العالم الأندية إن الحدث مختلف النادي الأهلي خرج من المملكة العربية السعودية سافر على الإمارات بعد 48 ساعة مباراة مهمة جدا في السوبر المصري مباراة لو خسرت فيها بتخرج من البطولة فأنت بتلعب تحت ضغط ماتش كبير سيراميكا كليو بطرة فرقة محترمة فرقة عندها دوافع وعندها جهاز فني وعندها لعيبة وإنت طالع من ثلاث مباريات كبار جدا سواء بأس